أقعى مباراة واحدة أمام الصريح هل ما زال أمل لمغير الصرحان في دور المحترفين؟ يعني الأمل كبير جدا وأنا ثقة على ثقة تامة أنه تثبت مسألة وقت فقط ما سبب خسارة مغير الصرحان اليوم؟ يعني خلينا نكون واقعيين ونحكي بشكل رياضي الفيصلي يملك الخبرة والإمكانات الأكبر مع هذا فريقنا قدم مباراة أنا أعتبرها مباراة رائعة جدا والحمد لله الأداة كان جيد وأنا متطمن أنه الأسبوع الجاي إن شاء الله إذا التقينا بهذا الملعب راح يكون ثبات واللتوفيق لكم بسم الله الرحمن الرحيم والإشي الفريق مقصر الوضع ممتاز الفيصلي إحنا نشجع أصلا الفيصلي وإحنا مع الفيصلي ودمنا الفيصلي وفريق القبيلة فريقه بغير الصحان لازم نوقف معه والحمد لله قدر الله ما شاء فعل وممتاز إن شاء الله إحنا ثابتين بإذن الله الحمد لله يا سيدي أداء الفريق اليوم عندنا جيد وإحنا قابلنا الفيصلي فيصلي تعرف يعني فريق قوي وبطل مميز ويبحث عن اللقب وإن شاء الله مباراتنا الجاية تكون هي الحاسمة بإذن الله ونثبت بالدوري وإن شاء الله بالتوفيق للجميع إن شاء الله تكارف الحمد لله هذا الزعيم كرورة أردنية مؤيز زعيم والحمد لله حنا مع مغيرة فوز قبل الخسارة ويعطيك العافية أولي شيء بسم الله الرحمن الرحيم قدر الله ما شاء فعل لعيبة قدمت أدت اللي عليها سعني التوفيق ما فيه والحكام كانوا كمان إلهم دور من الخسارة يعني الخسارة الحكام فيه فولات وضربت الجزاء هي ضربت الجزاء شونا نقول الحمد لله رب العالمين أحلى تحية للفيصلي من بني حسن ونبرناهم نبر يا شباب يلا رش 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 أيوة أيوم يلا الله يعطيك العافية الله عافية كيف شفت الفيصلي اليوم والله الفيصلي اليوم يعني كأداء يعني كن بدنا أفضل شوية صراحة بس بشكل عام يعني هتنا ماشيين بخطة ثابتة لعبينما نصل للدور إن شاء الله تعالى 35 وبيذن الله تعالى يعني الجمعة الجاي بتكون الأمور منتهية بإذن واحد أحد يعني الفيصلي بإذن الله تعالى راح يقدم مستوى جدا رائع قدام الوحدات بإذن الله تعالى وبنحب زي ما بنقول دائماً أنه يبقى الفيصلي زعيم الكرة الأردنية بإذن الله تعالى بأول شي بشكر اللعيبة يعني على دا الحمد لله ساس نقاط بحك للعيبة شده عالم الدورة بها فينش غير مبارتين برات الوحدات ومبارتين هي تحت حسم الدورة وبس وحمد لله ساس نقاط بسم الله الرحمن الرحيم أشكر كل جماهير الفيصلي اللي يجو اليوم آزر النادي وأشكر أبو عابد وأشكر التشكيلة كاملة اللعبه اليوم والسؤال القوي كيف الصدارة اليوم كيف بس كيف صور أكيد لدى ما كان كثير ممتاز بس أنا أتوقع أنه هاي تكتيك لها جمال أبو عابد إن شاء الله لمبارتين الجمعة إن شاء الله تكون مبرها أفضل إن شاء الله بتمنى الفوز الفيصلي وإن شاء الله الصدارة فيصلوية والدور فيصلهوي أول شي من هني جمهور الفيصل على النجاح وإن شاء الله من نجاح لنجاح أحلى تحية الزعيم الفيصلي وهي مش أول فوز ولا آخر فوز رح يظل بالساحة وآغش بلالة سعودة الله أداء الفيصلي اليوم ممتاز الحمد لله رب العالمين ومنحكي لنادي مغير السرحان هارد لك وإن شاء الله الجمعة الجاي إحنا عنا استعداد لمبارة الوحدات وإن شاء الله الدوري لاتزايد الحمد لله رب العالمين بالنسبة لأرضية الملعب ترتان تعرف الفيصلي ما بلعب إلا طبيعي نادي مغير السرحان كل الاحترام إنهم نقولوا هارد لك ملعب وملعب البيتي متعود على الترتان الأمة الفيصلوية بشكل عام كلها مبسوطة العشائر مبسوطة إن شاء الله الجمعة الجاي بفرحونا بالثلاث نقاط والدوري إن شاء الله إن شاء الله هي الدوري للفيصلي وإن شاء الله بنتمنى الفيصلي يلعب بآسيا والفيصل عمره ما تعثر اللعبتين اللي فاتن كانوا نهني عبارة عن تعادل والحظ لعب في أحد الأمباريات بس ولكن الفيصلي زعيم الكرة الأردنية وسيبقى زعيم الكرة الأردنية إن شاء الله تعالى وهذا الجمهور هو دوري اسمه دوري جمهور الفيصلي الزعيم إن شاء الله إن شاء الله تعالى نقول ألف مبروك لجمهور الزعيم وإن شاء الله ضد الوحدات بوقل الثلاث والسلام أول شي بحكي مبروك للفيصلي وكيف الصدارة كيف مبسوط اليوم في فوز الفيصلي الحمد لله رب العالمين كثير ولا شوي لا والله كثير فوق شو رأيك الدورة لمن السنهاك بإذن الله في صلاوي للزعيم ألف مبروك للزعيم الفوز إن شاء الله الوحدات رح نخلطهم ألف ألف مبروك للفيصلي وحمد الله ثلاث نقاط وإن شاء الله بالقويس من أخذ الدوري نقول ألف مبروك للزعيم وعقبال إن شاء الله تتويتنا باللقب 35 ومن قلب الآن جاي للزرق عشان نحضر مبروك ألف مبروك للفيصلي وإن شاء الله الدوري فيصال هوي أول شي ألف مبروك لنادينا الفيصل الزعيم وهارد لك لمغير الصرحان بس أنا بدي أشكر لاعب واحد اللي هو اللاعب العراق المحترف العراق لأنه جد زلمة لأنه في حرارة أكثر من لعيب الجد موجودين أنه بلعب مئة سنة في الأردن بدي أشكره جد من قلبي من قلب كل جمهور الزعيم يعطيك ألف عافية رب العالمين ثلاث مقاط مهمات وبقت مهم وإن شاء الله بكرة فريقنا الرمثة رح يعمل مفاجئة كبيرة ويكون حسم للدور من بكرة يبعون واحد أحد وألف فبروك للتمهير لهذه الفيصة والجمعة الجاية هاي إن شاء الله تحصل حاصل أول شي الله يعطيهم العافية طبعاً فريق الفيصلي ما شاء الله أبدع في المباراة وكان اللعب يعني حاسم للفيصلي من لبداية المباراة ولكل مجتهدي النصيب ما شاء الله عليهم نجحه 2-0 وإن شاء الله مباراة يوم الجمعة برضو بحققه النجاح إن شاء الله الله يعطيهم العافية بعد انتهاء مباراة الفيصلي ومغير السرحان بفوز الفيصلي بهدفين مقابل لشيء هكذا كانت اراء جمهير الفريقين من امام استاد الامير محمد معاذ حوش القبة نيوز الزرقاء